موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأطفال الصغار نبدأ حصة جديدة في مادة الرياضيات المستوى الثاني ابتدائي من إعداد أستاذة فتنزهرة حسني درسنا لهذا اليوم هو تقدير وقياس الزمن اليوم والأسبوع والشهر ومن أهداف هذا الدرس أولا تقدير وتحديد مدد زمنية باستعمال الدقيقة والساعة واليوم والشهر ثانيا حل وضعية المسألة حول قياس الزمن نبدأ أولا بحساب ذهني جدول ضرب العدد خمسة تناقصيا إذن خمسة في عشرة كم تساوي خمسة في عشرة؟ تساوي خمسونة أحسنتم خمسة في تسعة أفكر جيدا خمسة في تسعة تساوي خمسة وأربعون خمسة في ثمانية كم تساوي خمسة في ثمانية؟ تساوي أربعون أحسنتم خمسة في سبعة كم تساوي خمسة في سبعة؟ تساوي خمسة وسلاثون جيد خمسة في ستة كم تساوي خمسة في ستة؟ تساوي ثلاثون أحسنتم خمسة في خمسة كم تساوي؟ تساوي خمسة وعشرون جيد 5 في 4 كم تساوي 5 في 4 تساوي 20 أحسنتم 5 في 3 تساوي 15 جيد 5 في 2 كم تساوي 5 في 2 تساوي 10 5 في 1 كم تساوي 5 5 في 1 تساوي 5 أحسنتم أطفال صغار لنبدأ درسنا بتذكير بما درسناه في درس الساعة وقلنا بأن الساعة بها 60 دقيقة في الساعة 60 دقيقة نحسب وقلنا بأن الساعة نوعان ساعة عقربية وساعة رقمية بساعة العقربية عقربان العقرب القصير يشير إلى الساعات والعقرب الطويل يشير إلى الدقائق والساعة الرقمية بها أرقام والأرقام التي في جهة اليمين تمثل الدقائق والأرقام التي في جهة اليسار تمثل الساعات وبالنسبة للساعة العقربية قلنا بأن العقرب الطويل عندما يشير للعدد 12 نقول بأن الساعة تام وعندما يشير للعدد 3 نقول هو الربع أو 15 دقيقة وعندما يشير العقرب الطويل للعدد 6 نقول والنصف أو و30 دقيقة وعندما يشير العقرب الطويل للعدد 9 نقول و45 دقيقة أو إلا ربع دعونا نمر لمثال أول كم الساعة الآن؟ إنها الساعة الخامسة والربع أحسنتم الخامسة والربع أو الخامسة و15 دقيقة الساعة الثانية كم الساعة الآن؟ إنها الساعة العقرب القصير يشير للعدد 10 والعقرب الطويل يشير للعدد 6 إنها العاشرة والنصف إنها العاشرة والنصف أو العاشرة و30 دقيقة كم الساعة الآن؟ نعم إنها الساعة الواحدة و45 دقيقة أو الثانية إلا ربع كم الساعة الآن؟ إنها الساعة الرابعة تماما إنها الساعة الرابعة تماما هذا ما تعرفنا عليه أعزاء تلاميذ عزيزة التلميذات في درس الساعة لن نمر إلى درسنا ونبدأ أولا بأيام الأسبوع أيام الأسبوع ما هي أيام الأسبوع؟ نعم الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة السبت والأحد وعيد أيام الأسبوع وهي الاثنين الثلاثة الأربعاء الخميس الجمعة والسبت والأحد لن نسمي هذه العجرة بعجرة أيام الأسبوع إذن تتعاقب أيام الأسبوع بانتظام أو تتعاقب الأيام بانتظام في الأسبوع والشهر أعيد تتعاقب الأيام بانتظام في الأسبوع والشهر إذن ما هو عدد أيام الأسبوع؟ نعم يوم الثنين هو اليوم الأول يوم الثاني الثالث اليوم الرابع اليوم الخامس اليوم الثالث واليوم السابق إذن عدد أيام الأسبوع هو سبعة أيام أيام الأسبوع سبعة وهي الإثنين الثلاثة الأربعة الخميس الجمعة السبت والأحد نمر الآن إلى شهور السنة الميلادية ما هي شهور السنة الميلادية؟ تعرفنا عليها في السنة الماضية الأول شهر هو شهر يناير الشهر الذي يليه هو شهر فبراير مارس أبريل ماي يونيو يوليوز غشت شتنبر أكتوبر نوانبر دين عدد شهور السنة هو إثنى عشرة شهراً إثنى عشرة شهراً بعدما تعرفنا على أسماء الشهور الميلادية نتعرف الآن على عدد أيام كل شهر عدد أيام كل شهر دين هناك طريقة سهلة وبسيطة لمعرفة عدد أيام كل شهر لاحظوا معي جيداً أطفال الصغار سأضع شهر يناير فوق العدم أو فوق المفصل شهر فبراير ما بين العدمين شهر مارس فوق العدم شهر أبريل ما بين العدمين أو في الفراغ الذي يوجد ما بين المفصلين شهر ماي فوق العدم شهر يونيو ما بين العدمين شهر يوليوز فوق العدم شهر غشت فوق العدم أو فوق المفصل شهر شوتنبر في الفراغ الذي يوجد ما بين المفصلين شهر أكتوبر فوق العدم شهر نونبر ما بين العدمين وآخر شهر هو شهر دجانبر فوق العدم لاحظوا معي بأن الأشهر لفوق العدم يناير مارس ماي يوليوز غشت أكتوبر ودجانبر عدد أيامها هو واحد وثلاثون يوما عقلوا عليها مزيان الأشهر اللي عندي فوق العدم فيها واحد وثلاثون يوما أما بالنسبة لشهر أبريل يونيو شوتنبر نونبر اللي جاياني في الفراغ ما بين المفصلين فيها ثلاثون يوما إلا شهر فبراير اللي كيكون فيه إما ثمانية وعشرون أو تسعة وعشرون يوما شهر فبراير وحالة خاصة إما ثمانية وعشرون يوما أو تسعة وعشرون يوما ثلاث سنوات ثمانية وعشرون والسنة الرابعة كيكون فيها تسعة وعشرون ثلاث سنوات فيه 28 والسنة الرابعة 29 بالنسبة للسنة التي يكون فيها شهر فبراير فيه 28 يوما نسميها بالسنة البسيطة والسنة التي يكون فيها شهر فبراير فيه 29 يوما تسمى بالسنة الكابيسة هذه هي الطريقة البسيطة لمعرفة عدد أيام كل شهر أتمنى أن تجربها وتفهموا أو تعرفوا عدد أيام كل شهر والآن لاحظوا معي هذه الصورة ما هذه؟ إنها يومية إنها يومية تساعدنا على تحديد أيام وأسابيع وشهور السنة وتساعدنا على معرفة التاريخ الذي نتواجد به حاليا ذا نحن في أي شهر؟ نحن في شهر ماي نعم نحن في شهر ماي من سنة 2020 جيد أحسنتم بعدما تعرفنا على عدد أيام الأسبوع وتتابعها وتعاقبها نتعرف الآن على طريقة قراءة يومية شهرية ولنأخذ مثلا شهر ماي من هذه السنة بعد قراءتنا لهذه اليومية سنجيب عن مجموعة من الأسئلة المرتبطة بهذا الشهر لاحظوا معي أعزاء التلاميذ عزيزة التلميذات أن السطر الأول مخصص لكتابة الأيام بالترتيب 2-3-4-5 جمعة سبت 1 والسطر بالنسبة للسطر الثاني والثالث والرابع والخامس مخصصة لكتابة ترتيب اليوم في الشهر مثلا الجمعة واحد السبت 2 الأحد 3 الثانين 4 ثلاثة 5 أربع 6 إلى غير داري الآن نمر لكي نجيب عن مجموعة من الأسئلة للسؤال الأول كم عدد أيام شهر ماي؟ ألاحظوا جيدا اليومية لأن عدد أيام شهر ماي هو 31 يوما عدد أيام شهر ماي هو 31 يوما ما هو أول يوم في ماي؟ ما هو أول يوم في ماي؟ نعم إنه يوم الجمعة إنه يوم الجمعة واحد ماي كم من سبت في هذا الشهر؟ لنحسب معا كم من سبت في هذا الشهر السبت الأولى السبت الثانية السبت الثالثة السبت الرابعة والسبت الخامسة إذن هناك خمسة السؤال الرابع ما هو آخر يوم في ماي؟ لنقلنا بأن شهر ماي به 31 يوما لن 31 في أي يوم جأس؟ نعم في يوم الأحد لن آخر يوم في ماي هو يوم الأحد ما هو تاريخ آخر أربعاء؟ آخر أربعاء نعم في السابع وعشرون ما هو تاريخ آخر أربعاء؟ نعم إنه في السابع والعشرون كم عدد أسابيع شهر ماي؟ لنحسب معا عدد أسابيع شهر ماي الأسبوع الأول من واحد إلى سبعة الأسبوع الثاني من ثمانية إلى أربعة عشر الأسبوع الثالث من خمسة عشر إلى واحد وعشرون الأسبوع الرابع من اثنان وعشر إلى ثمانية وعشرون وبقي لي ثلاثة أيام إذن عدد أسابيع اليوم الأول الثاني والثالث إذن عدد أسابيع شهر ماي هو أربعة أسابيع وثلاثة أيام أربعة أسابيع وثلاثة أيام نمر الآن إلى معرفة العلاقة بين الساعة والدقائق تعرفنا عليها سابقا في درس الساعة وقلنا بأن ساعة واحدة فيها ستون دقيقة العلاقة بين اليوم والساعة يوم واحد به أربعة وعشرون ساعة العلاقة بين الأسبوع واليوم أسبوع واحد به سبعة أيام لهذه العلاقات التي يجب علينا معرفتها في هذا الدرس نمر الآن إلى تمرين تطبيقي لن ألاحظ يومية سنة ألفان وعشرون وأجيب أول السؤال ما هو عدد أيام شهر فبراير؟ شهر فبراير هو هذا عدد أيام شهر فبراير هو نعم هو تسعة وعشرون يوما عدد أيام شهر فبراير هو تسعة وعشرون يوما سؤال ثاني يتكون شهر دجنبر وهذا من كم من أسبوع وكم من يوم نحسب لنحسب معا عدد الأسابيع الأسبوع الأول من واحد إلى سبعة الأسبوع الثاني من ثمانية إلى أربعة عشر الأسبوع الثالث من خمسة عشر إلى واحدة وعشرون الأسبوع الرابع من اثنان وعشرون إلى ثمانية وعشرون إذن كم بقي لمن يوم؟ واحد اثنان ثلاثة يتكون شهر دجنبر من أربعة أسابيع وثلاثة أيام يتكون شهر دجنبر من أربعة أسابيع وثلاثة أيام سؤال أخير يسافر مهدي في زيارة عمل إلى الخارج بتاريخ واحد مارس الفان وعشرون ويعود يوم الخميس خمسة وعشرون يونيو تدوم زيارته زيارته عفوا ثلاثة أشهرين ما هي من واحد مارس إلى خمسة وعشرون يونيو نحسب معا من واحد مارس إلى خمسة وعشرون يونيو من واحد مارس إلى واحد أبريل ومن واحد أبريل إلى واحد ماي ومن واحد ماي إلى واحد يونيو لنحسب الآن عدد الأسابيع بالنسبة ليونيو من 1 إلى 7 الأسبوع الأول من 8 إلى 14 الأسبوع الثاني من 15 إلى 21 الأسبوع الثالث والأيام بقي أربعة لكي نصل لـ 25 يونيو وهي 3-22-23-24-25 نحسب يوم المغادرة ويوم الوصول إذن تدوم زيارته ثلاثة أشهر وهي مارس وأبريل وماي وثلاثة أسابيع من شهر يونيو وأربعة أيام تدوم زيارته ثلاثة أشهر هي مارس وأبريل وماي وثلاثة أسابيع وأربعة أيام نمر لتمرين آخر ألاحظ الجدول الذي يبين أنشطة الأطفال وأكتب التوقيت وأحسب المدة الزمانية المناسبة ثم عندي أنشطة ساعات رقمية تبين بداية النشاط وقت بداية النشاط ووقت نهاية النشاط والمدة التي استغرقها هذا النشاط بالنسبة للنشاط الأول بداية النشاط في الساعة التاسعة تماما نهاية النشاط في الساعة التاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة لنحسب المدة التي استغرقها هذا النشاط إذن بداية النشاط من الساعة التاسعة تماما نهاية النشاط تاسعة وخمسة وثلاثون دقيقة لنحسب خمسة وثلاثون دقيقة إذن المدة التي استغرقها هذا النشاط هي خمسة وثلاثون دقيقة ننتقل إلى النشاط الثاني يبدأ هذا النشاط في الساعة الحادي عشر وخمسة واربعون دقيقة واستغرق هذا النشاط خمسة وعشرون دقيقة لنحدد ساعة نهاية هذا النشاط من الساعة الحادي عشر وخمسة واربعون دقيقة وقد استغرق خمسة وعشرون دقيقة إذن خمس دقائق الأولى عشر دقائق خمسة عشر دقيقة 20 دقيقة 25 إذن نهاية النشاط في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق انتهى هذا النشاط في الساعة الثانية عشرة وعشر دقائق ننتقل إلى النشاط الأخير بداية النشاط في الساعة الثانية عشرة والربع وقد استغرق 15 دقيقة بداية النشاط في الساعة الثانية عشرة والربع استغرق 15 دقيقة 5 دقائق الأولى 10 15 إذن انتهى النشاط في الساعة الثانية عشرة والنصف الثانية عشرة والنصف إلى هنا انتهت حصتنا لهذا اليوم أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وإلى اللقاء دمتم في أمان الله أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس